فضلا وليس أمرا المرجو الضغط على الزر اشتراك ثم لايك بعد متابعتك للفيديو السلام عليكم اليوم سأحدثكم عن عالم من علماء المغرب وهو عالم جغرافي استخدم البوصلة والخرائر إنه علي بن محمد بن علي أبو الحسن التامقاروتي ولد بمدينة مراكش ببلدة تامقاروتي بوادي درع ولد سنة 1534 ميلادية وهو من علماء الجغرافية المعروفين في القرن السادس عشر ميلاد زار التامقاروتي عدة دول منها تونس وتركيا وكتب التامقاروتي عن رحلاته البحرية خاصة ووصف العواصف والأنواء البحرية وما صادفه منها ومواعيد هبوبها ووصف كذلك بالتفصيل أسواق مدينة إسطنبول التركية من حيث البضائع الموجودة بها في ذلك الوقت بالإضافة إلى المكتبات الضخمة ممتلئة بالكتب والمخطوطات العربية ومن أشهر مؤلفاته كتاب النفحة المسكية في الصفارة التركية وضمنه ذكرياته عن رحلته إلى تركيا بأمر من السلطان المنصور وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة الفرنسية وأصبح معروفا لدى علماء الغرب كما شرح المجروط في كتبه كيفية استخدام الموصلة والخرائط الجغرافية بأسلوب سهل ومشوق وأضاف المجروط معلومات جغرافية جديدة لأدباء الرحلات الذين كانوا قبله مثل عبد ربه والبكري تميز أسلوب المجروط أو التمقرط بالأشعار والسجع وتوفي عام 1594 ميلادية